هذه المضامين صدقوني إذا ما تدبرتم في كل الأدعية ستجدونها واضحة وهذا يثبت لنا أن الأدعية التي عندنا قد صدرت من جهة واحدة وهندست بهندسة واحدة ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على منهج حوزة النجف ألا لعنة على حوزة النجف تدبروا في الأدعية وتدبروا في الزيارات وتدبروا في أحاديث أئمتكم ستجدون هذه المضامين التي حدثتكم عنها بشكل إجمالي وموجز ومختصر بقي كلام كثير في هذا الدعاء أنا لا أدري ماذا سأصنع لهذا الوقت وأنا أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع خلاصة القول تقدم في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد تقدم ذكر الأسس ذكر الأساس الذي ننطلق منه في أجواء عقيدة التوحيد تلك الأسس أولا محدودية الإنسان محدودية إدراكنا ثانيا لا يحق لنا أن نصف الله بموازيننا ثالثا نصف الله بحسب ما يصفه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه جئنا إلى الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد أركان التوحيد التوحيد في الأفق الأول الركن الأول الركن الأول من توحيدنا التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية ما فوق الحقيقة المحمدية في الأفق الذي يشار إليه في كلماتهم كان الله ولم يكن معه شيء الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي هي مخلوقة التي هي حادثة خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت وكانت ولم يكن معها شيء فقد خلقها الله بنفسها وبعد ذلك خلق الأشياء بها التوحيد في الركن الثالث من أركان التوحيد عقيدتنا بمحمد وآل محمد تذكروا لا إله إلا الله حصني وتذكروا أيضا ولاية علي بن أبي طالب حصني تذكروا ماذا تقرؤون في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو توحيدنا في مستوى عقيدتنا بأئمتنا وهذا هو الركن الثالث من أركان التوحيد أما الركن الرابع هو التطبيق النظري والعملي لمضامين التوحيد في الأركان الثلاثة المتقدمة على عقولنا على قلوبنا في أفعالنا في أقوالنا في عباداتنا في طقوسنا في كل شأن من شؤوننا بهذا تكتمل الأركان الأربعة للتوحيد العقيدة التي نعتقد بها لا تخلط بين هذا العنوان الذي ورد في هذا الدعاء أو في سائر الأدعية والزيارات من أنهم أركان التوحيد هذا له دلالته دلالة ترتبط بكل الوجود ما تحدثت عنه في الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد ووضعت له هذا العنوان أركان التوحيد أتحدث عن أركان التوحيد في عقيدتنا نحن في عقيدة أنا أنا الإنسان أنا الشيعي أنا الذي أأخذ عقيدة التوحيد من المعصوم فقط وهذا هو الشيعي العارف بإمام زمانه معرفة عقيدة التوحيد هي جزء بل هي الجزء الأهم في معرفة إمام زماننا عرفتم الآن ما المراد من معرفة إمام الزمان عرفتم أو لا فأنا قلت لكم من أن معرفة إمام زماننا منظومة عقائدية تدخل كل أجزاء عقيدتنا فيها معرفة عقيدة التوحيد هي الجزء الأهم في معرفة إمام زماننا هو أصل الأصول ومنه نأخذ التوحيد ولكننا إذا أردنا أن نعرف إمام زماننا علينا أن نحيط علما بخارطة العقيدة السليمة هذه والتي لازلنا بصددها لم تكتمل حدود هذه الخارطة العقائدية إلى الآن ستكتمل قريبا إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر